في الصباح الباكر من يوم السبب بتوقيت المحلي في الولايات المتحدة أي بعد ظهري يوم بيوم الجمعة بتوقيت بكين فقد حصل كيفين ماركتي وهو زعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب على أكثر من نصف الأصوات في الجولة الخامسة عشر من التصويت لانتخاب رئيس مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي ونجح في انتخاب رئيس جديد في مجلس النواب للكونغرس الأمريكي تفاصيل أوفاف في التقرير التالي حتى مساء يوم الجمعة بالتوقيت المحلي تم إجراء أربعة عشر جولة من التصويت في انتخاب رئيس مجلس النواب لكن المجلس فشل في انتخاب رئيس نتيجة عدم فوز أي واحد بأكثر من نصف الأصوات علاوة على ذلك أثناء عملية فرز الأصوات ليلة اليوم ذاته وقع تنازع بين الأعضاء الجمهوريون المعارضين ومكارتي مما أدى إلى فوضى في المكان هذا وينكر أن رئيس مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي يعد ثالث أهم شخصية في السياسة الأمريكية بعد الرئيس ونائب الرئيس عادة ما يشغل زعيم الأغلبية في مجلس النواب هذا المنصب بعد العملية الانتخابية إذ فاز الحزب الجمهوري بالسيطرة على مجلس النواب في انتخاب التجديد النصفية العام الماضي لكن بسبب عدة عوامل مثل تفاقب الاستقطاب بين الحزبين والانقسامات داخل الحزب الجمهوري فشل مجلس النواب بانتخاب رئيس في الجولات الأربعة عشر السابقة من التصويت يذكر أن آخر مرة تم فيها إجراء أكثر من عشر جولات من التصويت كانت في عام 1859 أمسي